بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في حلقة غديدة من سلسلة تعليم الـ Excel من البداية للإحتراف هل عمرك فكرت إزاي Excel بياخد قرارات؟ يعني مثلا يقرر يقول ناجح أو راسب حقق الهدف أو لم يحقق الهدف اللي بيعمل كده هو عقل Excel المنطقي والدلة المسؤولة عنده هي الدلة F في حلقة اليوم من كورس Excel من البداية للإحتراف هنتعلم مع بعض واحدة من أهم الدوال اللي هتغير طريقة شغلك بالكامل وهنشوفها خطوة بخطوة من أبسط مثال لأفكار احترافية بتستخدمها الشركات في التقارير الجزء الأول من حلقة اليوم وهي فكرة الدلة F البساطة الدلة F هي دلة منطقية Logical Function بتخلي Excel اللي يسأل نفسه سؤال هل الشرط ده صحيح ولا غلط؟ لو الشرط صحيح ينفس حاجة معينة ولو الشرط غلط ينفس حاجة تانية مختلفة يعني F معناها بالعربي طبعاً لو لو الشرط اتحقق اعمل كذا ولو ما تحققش اعمل كذا الجزء الثاني من حلقة النهاردة تركيب الدلة F الصيغة الأساسية للدلة F ايه هي؟ هنقول يساوي الدلة F هنلاقيها ظهرت معنا في أول بحث هنشوف الشروط بتاعتها أو المتطلبات بتاعتها أول حاجة الشرط logical test تاني حاجة value F pro لو الشرط صحيح نكتب القيمة هنا أو النتيجة اللي هيعطيها الدلة هنا الجزء الثالث F false يعني لو الشرط غلط يدينا نتيجة معينة يعني XL محتاج ثلاث حاجات أول حاجة الشرط اللي هيقارم به تاني حاجة النتيجة لو الشرط صحيح تالت حاجة النتيجة لو الشرط خطأ الجزء الثالث يلا ناخد مثال عملي على النجاح والرسوب مثلاً على الجدول ده الجدول زي ما احنا شايفين موجود فيه الاسم والدرجة ومحتاجين نقول بمنطقية الـ XL الدرجة دي هل هي ناجح ولا راسح يبقى أول حاجة هنستخدم الدلة زي ما قلنا هنقول يساوي F ونفتح الدلة من Fx هنا علشان نشوف إيه هي معطيات الدلة أول حاجة الشرط الشرط إيه هو إن النتيجة هنا لو أكبر من خمسين أو يساوي خمسين يدينا ناجح وإلا راسب يعني هنقول هنختار الخلية اللي فيها الدرجة لو الخلية P2 أكبر من أو يساوي خمسين لو القيمة اللي هنا أكبر من خمسين يدينا ناجح بس لازم نكتب ناجح أو الكلام أو النصوص داخل double quotation أو علامتين تنصيص نكتب ناجح ونقفل علامتين التنصيص طيب لو مش الدرجة هنا أكبر من خمسين أو يساوي خمسين يدينا إيه يدينا راسب نفتح علامتين تنصيص ونكتب راسب ونقفل علامتين التنصيص وندوس على أوكي هنلاحظ هنا أن النتيجة راسب طيب نسحب الدلة على بيانات تانية علشان نشوف النتيجة وتقييم الدلة والمعادلة إيه هنا الدرجة خمسين القيمة ناجح هنا خمسة وتمانين القيمة ناجح طيب لو غيرت القيمة هنا خلتها تسعة واربعين النتيجة تحولت لراسب ودي منطقية الدلة F وشرح الدلة ببساطة أنا بقول لو الخلية B2 أكبر من خمسين الديني ناجح وإلا الديني راسب تمام؟ ده الجزء العملي والبسيط من الدلة F الجزء اللي بعد كده مثال عملي على تقييم المباعد عندي موظف وقيمة مباعدته أنا محتاج أعرف هل الموظف حقق الهدف ولا لا طيب هنعرف حقق الهدف بناء على إيه؟ بناء على قيمة المباعد بتاعته لو قيمة المباعد أكبر من 10 تلاف يبقى حقق الهدف ولو أقل يبقى لم يحقق الهدف هنعمله بنفس منطقية الدرجات هنا وراسب وناجح هنقول يساوي الدلة F نقول TAB وهنكتب بالمعادلة يدوي علشان تعرف تعملها بالطريقتين هنقول F الخلية F2 أكبر من 10 تلاف هندوس على قومة وهنا القومة بتختلف من إعدادات لغة لإعدادات أخرى لو أنت بتستخدم الانلاين هتعمل علامة التنصيص دي ولو أنت بتستخدم الExcel forDiscTube هتستخدم علامة الكومة وعلى حسب في بعض الإصدارات بيغير الإعدادات يخليها كده بس أنت على حسب الإعدادات اللي موجودة عندك بتكتب الدلة إزاي هنا هنكتب كومة لو القيمة أكبر من 10 تلاف لو هي صحيحة أكبر من 10 تلاف هنكتب ما بين double quotation نختار حقق الهدف ونقفل عالمة التنصيص وندوس كومة تانية علشان نعرف هل في حالة عدم تحقق الهدف إيه اللي بيحصل لم يحقق الهدف ونقفل عالمة التنصيص ونقفل الكوس وندوس على enter هنلاحظ إن هنا 12000 يعني أكبر من 10 تلاف يبحقق الهدف نسحب المعادلة على كل الخلايا هنلاحظ هنا القيمة أقل من 10 تلاف يبقى لم يحقق الهدف هنا 10 تلاف النتيجة لم يحقق الهدف طب إيه الغلط اللي احنا عمناه هنا في المعادلة علشان يديني قيمة 10 تلاف اللي هي تساوي نفس القيمة المطلوبة في الشر وهنا لم يحقق الهدف لأن احنا هنا قلنا لو هي أكبر من 10 تلاف لو هي أكبر من 10 تلاف بدرجة أو بواحد أو بكسر أي رقم أكبر من 10 تلاف هيدينا قيمة حقق الهدف لكن لو أنا عايز أدخل 10 تلاف معي في الحزبة يبقى أقول لو F4 أكبر من أو يساوي 10 تلاف حقق الهدف يبقى هنا هو أدخل قيمة 10 تلاف داخل تحقيق الهدف وبالتالي الدلة هتشتغل بالطريقة الصحيحة ملحوظة هنقول في نهاية الفيديو الأخطاء الشائعة في الدلة F وهنبتدي نعرفها مع بعض علشان نتفاديها فيما بعد جزء الخامس من حلقة اليوم مع الدلة F وهي استخدام الدلة F مع معادلات حسابية ممكن تستخدم الدلة F جوة أو داخل أي عملية حسابية مثلا لو عايز تحسب عمولة 10% بس للناس اللي مبيعاتهم أكتر من 10 تلاف يبقى هنا نتيجة تحقيق الهدف هتختلف أو قيمة تحقيق الهدف وهنا هنزود حاجة هنسميها نسبة العمولة وهنقول يساوي F وهنفتح الدلة من F عشان نعرف الخطوات اللي بداخلها هنقول لو إجمالي المبيعات أكبر من أو يساوي 10 تلاف هناخد 10% من قيمة المبيعات ونديها كأرباح للعميل يبقى هنضرب القيمة اللي هنا المبيعات في 10% اللي هي قيمتها تبقى 1200 وإلا صفر يبقى فيش عمولة لو القيمة أقل من 10 تلاف هنقول أوكي هنا حقق الهدف إذن القيمة المبيعات أكبر من 10 تلاف إذن في نسبة عمولة 1200 جنيه أو 1200 من قيمة المبيعات اللي حققها أي أن كانت النسبة إحنا بس بنفترض مثلا على القيمة هنا رقم أقل من 10 تلاف إذن قيمة العمولة 0 هنا رقم يساوي 10 تلاف والشرط هنا إحنا قلنا أو يساوي 10 تلاف إذن قيمة الهدف ونسبة العمولة تم تحقيقها وبالتالي يتوفر الشرط وممكن تخصم على لم يحقق الهدف ده وبالتالي تقدر تطبق الشروط اللي أنت محتاجة الجزء اللي بعد كده من الدلة F وهي استخدامها مع نصوص أو خلايا مش لازم القيم تكون أرقام ممكن تكون نصوص مثلا لو العمود فيه كلمة كايرو وعايز تقول محلي أو خارجي مصري أو غيره داخلي أو خارجي أي أن كانت الكيمة اللي أنت محتاجك تكتبها ممكن تستخدمها مع النصوص هنقول يساوي استخدام الدلة F لو هنا اسم البلد أو المدينة يساوي زي ما قلنا أنه النصوص هنضيفها داخل علامتين تنصيص هنقول يساوي علامة تنصيص وهنا هنكتب كايرو ونختار الكومة في حالة أن الشرط التوفى أو أن القيمة صحيحة يبقى هنكتب إيه داخل علامتين تنصيص داخلي وكومة لو الشرط غير صحيح نكتب خارجي ونقفل الكوس ونلوس على انتر هنلاحظ أن لو هنا اسم المدينة كايرو أو القاهرة يسمى داخلي وإلا أي حاجة تاني بخلاف القاهرة تسمى إيه خارجي يبقى هنا كايرو داخلي أليكس خارجي لندن خارجي أي حاجة احنا هنكتبها مع هذا كايرو هتكون خارجي والجزء اللي بعد كده هو الدمج مع دواء الأخرى أحيانا ممكن تستخدم الدلة إف جوة دلة تانية أو العكس ممكن تستخدم دلة تانية داخل الدلة إف مثلا ممكن نستخدم الدلة صم الدلة صم مثلا ممكن تجمع إجمالي المبيعات وتطبق عليهم الشرط يعني مثلا هنقول يساوي الدلة إف وهنكتب دلة صم تجمع إجمالي المبيعات احنا هنا وإحنا بنعمل الدلة إف مع المبيعات طبقناها على خلية فيها بيانات احنا ممكن نعمل معاتلة تجمع مبيعات تكون كأنها خلية جديدة فيها نفس المبيعات يبقى احنا هنقول الشرط الأول اللي هو صم صم المنطقة دي مثلا يبقى أنا بجمع المبيعات واحد واثنين وثلاثة لموظف معين وبطبع عليهم الشرط يعني هنا صم أعملت جمع لو صم منطقة معينة أكبر من أو يساوي عشر تلاف أو مثلا هنكبر رقم شوى عشان هنلاقي كلهم متخط العشر تلاف مثلا ده هيبقى 18 يبقى هنخلى الرقم هنا عشرين ألف مثلا لو إجمالي مبيعات خلايا من إلى أكبر من عشرين ألف يبقى النتيجة هنقول على امتين تنصيص حق الهدف لو هي أكبر من عشرين ألف بحقق الهدف وإلا لم يحقق الهدف ونقفل وندوس على انتر وهنسحب الدلة طيب إحنا هنا أول حاجة حقق الهدف إجمال المنطقة دي تبعين وعشرين ألف إذن حقق الهدف طيب نسحب الدلة هنا لم يحقق الهدف ليه؟ لأن إجمال المبيعات هنا تسعتاشر ألف مئة وخمسة إذن لم يحقق الهدف إجمال المبيعات العلاء اتنين وعشرين ألف إذن حقق الهدف وهنا الشرط نفسه عبارة عن أعملية حسابية مش مجرد رقم سابق الأخطاء الشائعة مع الدلة إف واستخدامتها أولا نسيان علامات التنصيص لما تكتب نص زي مثلا ناجح أو حقق الهدف أو لم يحقق الهدف لازم بشرط أساسي تضيفها داخل علامة التنصيص أوقات الإجسل اللي بتعرف عليها بشكل تلقائي وأوقات لم يتعرف عليها وبالتالي بتظهر نتيجة المعادلة إن مكتوب فيها حاجة غلط تاني حاجة نسيان الفصلة أو كتابها بطريقة غلط زي ما قلنا بتختلف على حسب اللغة اللي موجودة عندك إنت بتستخدم إصدار إيه إنت بتستخدم الإصدار الأونلاين ولا إصدار الدسكتوب لازم تكون حذر وإنت بتستخدم الكومة أو علامة التنصيص المختلفة الحاجة التالتة وهي كتابة شرط منطق لازم لما نكتب شرط شرط يكون منطقه ينفع العقل يصدقه علشان الإكسل يقدر يطبقه بشكل عملي لو فهمت التلات حاجات دي مش هيغلط معاك الإكسل تاني في أي دلة الدلة إف من أقوى الدوال اللي هتقابلك في إكسل بتفتح الباب لكل الدوال المنطقية اللي بعدها زي وإنت والدلة إفسر الاحترافية لكن أهم حاجة إنك تفهم فكرة الشرط وتفكر بعقل الإكسل جرب بنفسك على مثال المبيعات أو الدرجات وكتب لي في التعليقات الفايل ده هيكون موجود فيه صندوق الوصف ومجرد تطبيق أي حاجة عليه اكتب لنا في التعليقات إنت استفدت منها إيه وكتب لنا في التعليقات إزاي ممكن تستخدم إف في شغلك أو في فكرة عملية عندك ولو في أي سؤال أو أي حاجة وقفت معاك اكتب لنا في التعليقات هنجاوبك عليها على طول إن شاء الله لو الفيديو عجبك اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك الحلقات الجاية أول بأول تزورونا في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته